تظاهرة هي الرابعة على التوالي خرج فيها المئات من أبناء محافظة أبيان ليعلنوا من جديد سخطهم مما اسمه الفساد الإداري وغياب الدور الحكومي علاوة على عدم توفر الخدمات الأساسية في المحافظة التظاهرة التي جابت عددا من شوارع مدينة جبار لم تكتفي بالتنديد بالوضع المعيشي المتردي وغياب الخدمات بل رفعت شعارات مطالبة بإقالة المحافظة الدكتور الخضر السعيدي الذي يقول المتظاهرون أنه تسبب بشكل رئيس فيما وصلت إليه المحافظة نتيجة الإهمال واللا مبالا بما رفعت لافتات أخرى تطالب بتطبيع الحياة وتفعيل دور السلطات القضائية والنيابية ولم يتوقف المحتجون عند هذا الحد من المطالبة بل توجهوا إلى منطقة دوفس وقطعوا الطريق الرابط بين محافظتي عدن وأبيان للضغط من أجل الاستجابة لمطالبهم المتظاهرون في بيان سابق لهم أكدوا أنه سيستمر التصعيد حتى تتم إقالة من وصفهم بالفاسدين وأنه لا بد للجهات الحكومية من سرعة الاستجابة لمطالبهم إذن ما تزال المعاناة التي يعيشها المواطنون هنا هي الثابت الوحيد أمام صمت الجهات المعنية ولا تزال المطالبات بإيقاف العبث الحاصل في المحافظة هي المتغير المستمر في المعادلة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر